أفاضل أينما كنتم حيكم الله نحن اليوم الجمعة 7 جنبي يناير 2022 والساعة العاشرة و 22 دقيقة مساء بتوقيت الجزائر وهذا حديثي لكم مباشر عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك طبعا الفيسبوك ما زال عندنا معهم إشكالات كبيرة جدا بحيث رهي الصفحة كما تعرفون لا تكاد تصل إلا في حدود 5% للمتابعين عملية يعني الخبثنت على الفيسبوك وهما طبعا ما يسمعوني ما غلقوهاش نهائيا ولكن يخلوها ظاهرة وكانها ظاهرة فيشوفوها حوالي 5% وكل مرة يتغيروا العدد اللي يشوفها في حقيقة بحيث أنها كل مرة تروح إلى جهة أخرى حسب ما أشرح لأحد الخبراء ومن الحين لآخر أيضا يخلو بوست من البوست يمشي بشكل نقول 30% 40% أو حتى 50% حتى يقولوا الناس لا هذا البوست هو مشاه أو فيه ألف و ألفين أو ثلاث ألاف لايك مثلا أو فيها ألف أو ألف و خمسمية تعليق مثلا لكنها طريقة خبيثة جدا يعني الفيسبوك هذا من بين الإمبراطوريات و أنا أعتبرهم من الإمبراطوريات الشر لأنه في النهاية في البداية بدأوا وكأنهم يعني فتحوا المجال للناس باش يعبروا على الآراء وهذه حقيقة يعني هما بالفعل يعني أنا لما نظهر معاكم فهذا شيء جميل لأنه تعبر الناس على الآراء وتقديم ما يرعوه إلى آخره ولكنهم من بعد بدأوا دخلوا في أحيانا يستخدموه ضغوطات خاصة عن الأنظمة البائسة هذه وبطريقة الحال لما تقدم لهم الأنظمة البائسة هذه والأنظمة الخائفة المرعوبة من شعوبها تقدم لهم بعض الامتيازات أو بعض الأموال يضغطون فيما بعد على الحركين وحتى دخل الحركين يقدروا يقسموهم يعني واحد ممكن تمشي صفحته واحد ما تمشيش واحد يغلقوله واحد ما يغلقوله واحد يغلقوله هذا المرة ممكن أو مدة سنة وبعد يفتحوله وبعد وهكذا تلاعب رهيب على المستوى على كل إن هي هذه الشركات فيه كتابات الآن كثيرة تتحدث عن مستقبل البشرية في الـ 20-25 سنة القادمة والاعتقاد أن هذه الشركات الشركات التكنولوجية الهاي تيك هذا كما يسمى الشركات الكبرى أنها ستصبح هي الإمبراطوريات الاستعمارية العالمية القادمة وأنها ستلعب أدوار تصبح أخطر وأهم من الدول من أكثرية الدول وأن الدول الكبرى ستكون في تحالف يعني دول الكبرى لي من الولايات المتحدة طبعا الفيسبوك هو أساساً أمريكي جوجل هو أساساً أمريكي أبل هو أساساً أمريكي إلى آخره أن هذه طبعاً حتى هذه الشركات بالمناسبة مش في فرق بيناتهم في فرق حقيقي بيناتهم أنا تجربتي هي أن الفيسبوك هو الأبشع شركات الأخرى فيها وعليها لكن الفيسبوك وخاصة بعد الشهادات اللي خرجت من داخل الفيسبوك The Ugly Truth مثلاً اللي كتبوه اثنين من أعتقد كان كتابين يعني واحد منهم Ugly Truth كتباته وحدة كانت عاملة هناك موظفة في منصب مهم جداً وخرجت الحقائق وأيضاً كان كتاب آخر كتبوه اثنين من الصحفيين والمتابعين للوضع هذو اثنين لكن الحقيقة فيه عشرات المقالات وعشرات الكتابات وحتى بعض الكتب التي لم تشتهر عن الفيسبوك والتي كلها توصل في النتيجة على أنها الفيسبوك يهم أساساً المال الأرباح وأنه لا يهم شيء آخر وأنه يدخل حتى في عمليات شيطنة أو في عمليات إضعاف لبعض البلدان من أجل أن تقوم العصابات التي تحكمها مثل البلدان نحن باش تقدموا لهم أموال باش من بعد يغطوا على الحركية أغلقوا آلاف صفحات للجزائريين وعشرات الألاف الحسابات نتعى الجزائريين عشرات الألاف مقابل المال مال الشعب الجزائري اللي قدمته العصابة بطرق ملتوية طبعاً يقدموا لهم مال مباشر فبطرق ملتوية ومن بين هذه الطرق طبعاً المرور عبر دولة المسخ دولة الشر العالمي اللي هي الإمارات عبر دبي وعبر أبو ظبي حيث هناك مقرات إقليمية لهذه الشركات خاصة الفيسبوك المرة الماضية كانوا أغلقوا وهذا المرة ممكن تحسبوه ممكن يغلقوه ممكن حتى يطفوا اللايب لكن المرة الماضية اخذوا فرصة أنه سمعوا فيه صوت كان واحد صوت يتكلم كانوا ضربوه الشرطة وأنا قدمت الصورة واضحة الصورة ما فيه هوالو ما بين عليه هوالو ما فيه دماء ما فيه عنف ما فيه هوالو إنما يتكلم هو بأنه أو اللي كانوا موجودين ما يتكلموا بأنه تعرض لضرب بتاع الشرطة غلقوا داروا الناس باللي فيها عنف وغلقوا اللايب لو لأني قبلت بشروطهم أنهم يغطوا الصفحة هذا باختصار شديد خلونا نرجعوا لأهم القضايا قبل من روحوا القضايا الجزائرية واليوم عندنا قضية جوسسة جوسسة لأحد المسؤولين الجزائريين مع من إسبانيا يبدو أننا مش راح تبعد كثير على وضع الجزائري مع ديبلوماسيين إسبان رح نشوفوا هذه القضية ما هي هذه القضية وبعض الأشياء المرتبطة بإسبانيا بما فيها القنصل الذي لعب دور أساسي في ترحيل محمد عبدالله كان هو الواسطة ما بين ما بين المخابرات الإرهابية والسلطات الإسبانية يقولون أنه سطوة توفى توفى قبل عشرة أيام جاتوا سكتة قلبية ما نشعارفين سكتة قلبية بعد الشر اللي داروا بما فيهم ترحيل أخونا محمد عبدالله أم أنها سكتوهما يعني سكتوهما بسكتة قلبية سنرى ذلك مجموعة مواضيع مرتبطة بإسبانيا خاصة القضية جوسسة قضيتين في الحقيقة جوسسة مش قضية واحدة واحدة قديمة شوية عندها حوالي سبع سنوات وثمان سنوات ووحدة جديدة عندها حوالي أربع سنوات يعني محاكمة تمت قبل عشرة أيام لهذا الشخص المتهم بالجوسسة وهو مسؤول جزائري ولدينا أيضا قضايا أخرى تتعلق بارتفاع الأسعار تتعلق بقضية المواد التي ستمنع ومجموعة أشياء أخرى قبل ذلك إذا سمحتوا لي خلونا نضع نافذة وحتى هذه النافذة في الحقيقة تهمنا في بلداننا خاصة في الجزائر تهمنا لأن الأوضاع متشابهة جدا ما يحدث في كازاخستان كما تعرفون أنه منذ حوالي ثلاثة أيام لايب السابقة نتكلمت عليهم كان هناك بدأت هناك احتجاجات عارمة في كازاخستان وكازاخستان هذه بلد يقع ما بين مجموعة بلدان هو في آسيا الوسطى لمن لا يعرفه وهو يقع في ما بين روسيا وتركيا والصين وتحد بلدين أو ثلاثة آخرين وهو واحد من أكثر بلدان مساحة في العالم هو تاسع يعني هو ضمن العشرة الأوائل اللي معهم الجزائر هو رقم تسعة الجزائر تأتي بعده أكثر من 2.7 مليون ألف كيلومتر مربع وإلى عدد سكان صغير جدا بالمقارنة للمساحة 20 مليون فقط أقل قليلا يعني مرلم ماضي أقول لكم أن العاصمة الماطي سبحوني الماطي كانت العاصمة طبعا بدلوها وسموها عاصمة على على المجرمين اللي كان حاكم من قبل الماطي هي الأكبر مدينة لكن ليست العاصمة مبقات في راسيا أنا عرفها منذ أن عقلت على هذا العالم يعني اسمها الماطي فتطورات فيها هو أن الرئيس هذا ويسمى قاسم جومارت توكايف أمر بإطلاق النار على المتظاهرين اللي سمهم المخربين كلمة مخربين رح نلقوها اليوم في ملف جزائري أيضا أنشأوا إدارة اسمها إدارة مكرحة تخريب فقال أنه مسمى المخربين قال أنه أعطى الأوامر لإطلاق النار والأخطر من ذلك طلب التدخل الروسي وصلت سبعين طائرة روسية باعتراف الروس وتحمل آلاف الجنود الروس قالوا 2005 مصادر غربية تقول أنها مكثر من 5000 الروس طبعا في البداية بدأوا بالتخفيض يعني والجهد فيما يسمى بما حكاين حاجة يسموها منظمة معاهدة الأمن الجماعي منظمة دارتها روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي قبل 30 عام في مثل هذه الأيام دارت منظمة باش تعاود تحافظ فيها على النفوذ الروسي في الدول التي كانت تشكل الاتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي كان يتشكل من 15 دولة فالحقيقة كان استعمار روسي ل14 دولة روسيا هي كلش والأخرين تابع لها والروس أخذوا روس أصليين وزرعون في هذه البلدان باش يقدروا يتحكموا عن طريقهم ويبقى يسمون الاتحاد السوفيتي ولذلك تجد مثلا في كل البلدان في أوكرانيا في دول بلطيق في كازاخستان تجد على الأقل سكان من كل البلدان هذه في الحدود أقل بلد اللي كان تحتلوا روسيا باسم الاتحاد السوفيتي في 10% روس ومرضة يصلوا إلى 30-40% من السكان وحتى كانت اللغة الروسية هي المفروضة في هذه البلدان فالروس أرسلوا إذن 70 طائرة محملة بقوات خاصة وقالوا بأنهم رحوا هناك باش يحموا المباني المصادر الداخلية هناك ومصادر كازاخية أيضا تبعتها تقول بأنهم هم الذين كانوا ترأسوا أو قادوا إطلاق النار هذه بعض المصادر الكازاخية تحدثت عن أن الروس هم اللي يقومون بذلك المصيبة في هذا وهذا يشبه الجزائر أيضا هو أن هذه كازاخستان بلد 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 تحت الأرض أشياء هائلة لكن شعب أيضا أكثر من 50% كما شعب الجزائري مفقر فقير والأسرة أسرة الحاكم السابق اللي هو ما زال في الحقيقة لأن هذا اللي حاطينه هذا قسم هذا كما تبون هذا تبون تاحم هذا قسم الحاكم السابق اللي هو سلطان نزار بايف الأسرة نتاعوا وهما اللي مسيطر جابوا هذا حطوه كواجهة ولكن الأسرة والمخابرات الكازاخية هي اللي مسيطرة على البلاد أشياء مشابهة جدا بالأوضاع الجزائرية بطاعة الحال الصين رحبوا بالتدخل الروسي الأمريكيين شدي العسام الوسط الأوروبيين بعضهم قلق بعضهم منزعج بعضهم ساكت ينتظرون الأحداث لكن الأكيد أن هناك مئات القتلى من الشعب الكازاخي وقال بشي ضخم هذا الرئيس الكازاخي يضخم الأوضاع قال من أنهم عشرين ألف من الإرهابيين والمخربين وقطع الطرق وأننا سنمحيهم عن الوجود هنا لماذا هذا مهم ليس فقط لأنه خبر عالمي مهمون أخبار الناس وخبر البشرية أينما كانوا بالمناسبة كازاخستان حوالي 80% مسلمين وحوالي 15-18% مسيحيين وديانات أخرى بغض النظر على الدين الظلم الظلم البشري وهذا مهم جدا الإنسان نحن نتعاطف مع الناس ومع الشعوب المستضعفة التي تحكمها يحكمها طغات مفسدون أسرة هذا برزعيف هذا والطبقة النومونكلاتير المتحكمة في كازاخستان لما تشوفوا وش عندهم يعني لا يقل عن نزار وعند الجماعة المجرمة اللي عنهم أو أكثر حتى بعض الحالات طبعا هنا في لندن شاريين أماكن بلا حدود وفي الصين وفي دبي وفي الإمارات إلى آخر أموال شعب مفقر جدا بالرغم أن البلد غني جدا وعندما ينتفض الناس لأنهم زادونهم في ليسونس هم عارفين لما يزدوا في البنزين كل شيء يزيد يتهمون بالإرهاب وربما لأن البعض رفع سلاح هنا وهناك ربما البعض غضبها كذا عندهم كال مسلحين ولذلك لماذا قضية السلمية ضرورية ومهمة لأننا أولا جربناها قبل 30 سنة بعض الجزائرين جربوها نظام دار انقلاب في مثل هذه الأيام إن شاء الله قبل أيام يوم 11 رح يندروا خصولوا جزء من اللايف وعندما دار انقلاب هناك من لم يقبل ذلك جزء رفد سلاح وجزء لم يكن له خيار وإلى آخر والنظام شجع على حمل السلاح نظام الجزائر شجع على حمل السلاح كل الضباط السابقين اللي خرجوا وتكلموا أو كتبوا كلهم أجمعوا على شيء من أن العنف كان استراتيجية دفع لها النظام للجزائريين طبعا كانوا كينين بعض الإسلاميين اللي كانوا هما أيضا متحمسين أو بعض الشباء اللي كانوا متحمسين باش اتضاربوا مع الدولة مع الحكومة مع العصابة كانوا هما ثاني كين هذه حقيقة أيضا لكن الأصل هو أنهم دفعوا ودفع الشعب الجزائري فما بعد ووجد نفسه فيه لماذا الحراك أزعجهم بقوة فتذكرون في الأسباب الأولى كانوا يوضعون الحجر في الطريق مثلا هذا الزيتوني هذا اللي رأيه الآن حطوه رئيس تعال إرندي هذا المجرم تعالزيتوني هذا جمع أشياء اسمه زيتوني اللي كان هو رئيس بلدية العاصمة الوسطى خرج الحجر في الجمعة الثانية تعالى المارس واللي بالمناسبة وفذك الحجر اللي تقتل أخونا حسان بن خدا رحمه الله وقتلوا معه ثلاثة أو اثنين في الجمعة الثانية لا ذكرتي جيدة ربما قتلوا في الأسباب اللي بعد هالآخرين هو قتل كان في الجمعة الثانية أول مارس 2019 كانوا داروا كل شيء بالشعب يرفض الحجر وكانوا فيما بعد يرسلون في البلطاجية أخوانا في ستيف في قسنتينة في عنابة في العاصمة أيضا في وهران شافوا البلطاجية والاستفزازات تعالى البلطاجية ولكن الشعب الجزائري ككل والوجوه البارزة فيه أو الوجوه خلينا من كلمة بارزة ربما مش الوجوه على الأقل المتحدثة اللي الناس يشوفوها وكلها أصرت على السلمية فكان مهم جدا لأنهم كانوا يريدون أن يدفعوا الشعب إلى العنف قبلها في مثل هذه الأيام أيضا قبل 11 سنة حدثتكم عليها في اللايف السابق في أحداث الزيت والسكر كما سميت دفعوا الشعب إلى العنف وهم حتى هما سمحوا بحرق الشركات وسرقة الشركات وسرقة أشياء كثيرة وموجودة فيديوهات لهذا فماتت تلك الانتفاضة الشعبية اللي جات بعد رفع أسعار يعني بعد تفقير الشعب أيضا لذلك استراتيجية المعركة اللا عنفية مع الاستبداد مركزية استراتيجية هذه ليس فقط قناعاتنا كقناعات عشناها بالتجربة وشفنا وش صراع في التسعينات الجزائر أكثر من 200 ألف قتيل وضمار هائل للبلاد لكن نظام الحكم ما تغيرش السلمية على الجزائرين أقل شيء أنها آطاحت مثلا ببوتفليق وعصابة بوتفليق أقل شيء أنها أدت إلى انهدام وانكسار تلك الفساد مواجهة أن الجنرالات متفقين وأن الأمور ماشية إلى آخره فراحوا يسجنوا في بعضهم البعض نعم كانت سرى بناتهم من قبل أيضا لكن لما جاء الحرك لا ولا أن توفيق 25 سنة تعمل المخابرات تعمل دير اس ولا مسجون ترطاق تعمل شينيول ولا مسجون سعيد ولا مسجون نزار ولا هارب والآن 35 أو 36 جنرال من كبار جنرالات في السجن ومئات من كبار الضباط وكثير من الضباط رحوا مرعوبين مع لبل هم غدوة وش يسرع شكوم كان يقول كنا نقولوا احنا بللي هذا خائن وأنه يجب أن يسقط لكن كثيرين كانوا يعتقدوا أن قائدي خلاص رح يقول لي هو بدل شنغريح ولا شخصية حذرت من ذلك برغم أن شنغريح لا يقلوا إجراما عنه لكن اللي يزيد فيها قائدي شنغريحها هو تعروس لكن اللي يزيد فيها قائدي أنا وتعالفرانسيس والاستعمار كله بائس لكن الآن قائدي حدثتكم عنه قبل عشر يوم ولا خمسة عشر يوم مر على عذاب نقر طبعا أيضا كنت أحدثكم على جواسمية تعالد درك هذه زادة أكدة المعلومات أكدوها أيضا مصادر أخرى من أنه معتقل نحن نعرف أنه معتقل ليس من درك وكنت نذكرها في وقتها جواسمية كان قائد درك الوطني تحته 170 ألف عنصر بما فيها الحوامات زيليكوبتر الأسلحة دبابات صغيرة إلى آخره مر على طحنه طحن في مركز عبلة ما كانت تصورها هو لكننا نعرف شنغريحة هذا ما زالت لقوه يا إما في مركز عبلة يا إما حفرين له بجنب القايد الصالح ما يقالوش كثير لأن طبيعة الصراع الآن وش رهي صراع بدل من أن يكون هناك تداول سلمي بين المدنيين على السلطة هناك تداول عنيف بين الجنرالات على السلطة والدليل ورمج معاة القايد الصالح يا إما في السجن يا إما في القبر ما فيش شكل آخر تقريبا كل كبار الجنرالات اللي كانوا معاة القايد الصالح رم في السجن وثلاثة دخلوا معاة للقبر أو أربعة حتى الآن يعني وزادوا هربوح ثلاثة أو أربعة ورهم ساكتين طفين عنهم شوية ضوء إذن قضية المعركة السلمية لأننا مبرات بعض الشباب خوتنا يقول لك والله ما جاب والو الحرك السلمي هذا لا 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 إخوان راهي إذا ما جابش الأقل ما أداش إلى هدم البلاد لأننا ما تنسوش حاجة استراتيجية شعب جزائري هو إسقاط العصابة إسقاط اللي يتسمي روحها نظام ليس إسقاط الدولة هو السقوط المافيا العسكرية وليس الدولة الجزائرية دولة دولتنا راهي أسيرة عندهم شعب يريد أن يخلص الدولة من أيدي المخابرات الإرهابية والمافيا العسكرية فهذا مركزي الذي يسهل هذه العملية حتى وين طالت هو المعرك السلمية حار ورحوا اتهموا فينا بالإرهاب ويقولوا ما كانش عملية إرهابية حتى المتحدة لما جاد قلت لهم قلت لهم كيت جيد قولوا على جهة إرهابية لازم يجب أن يكونوا قد قاموا بعمل إرهابي موجود ماديا ويتبنون الخطاب الإرهابي في أدبياتهم في مواثيقهم فيه فلما جوا يحنا بالنسبة لرشاد ونذكرها هنا لأن رشاد تهمت بالإرهاب طبعا الماك أيضا تهم بالإرهاب لكن الماك ما هوش من الحراك هو قال إحنا منش من الحراك إحنا منش جزائريين أصلا والدولة الجزائرية تحتل منطقة القبائل وإحنا نريد الاستقلال هذا الماك هما جابوا الماك برك باش يفوتوها في الداخل لأننا في الداخل عارفين بالليلغة راح يقولهم إيه الماك ما اتهمتوش وتهمتو رشاد بالرغم من أن للإنصاف الماك فيه عنصرية فيه تقدر تقول فيه أشياء كثيرة خلينا ما بلما دخلوا في تفاصيل لكن لم يرتكب الماك أي عملية إرهابية لم يقوم بأي عملية إرهابية الإنصاف مهم جدا زائد فوق الإنصاف حتى لا تقوم العصابة بأعمال وتقول هذه دارتها رشاد ودارتها الماك الناس يعرفوا رشاد سلميين اليوم وغدا وإلى الأبد هذا كان شعارنا قلناه كثير من المرات في الحراك أيضا رفعوا أخواننا وإحنا كنا نقولوه زائد أننا الآن ما نشاهد في تسعينات يكفي برغم التضييق تعال الفيسبوك هنا نظهر عليه ولو مع التضييق اليوتيوب هاوكاين تويتر هاوكاين إلى آخره أنا وغيري من الإخواننا تعال الحركة أو غير الحركة بالمناسبة دائما نحن عاود نكرره لما نذكر رشاد فقط لأن النظام ركز فيها وأتهمها بالإرهاب وإلى آخره وإلا الحركة هي جزء وقطرة من بحر الحراك وستحل نفسها بمجرد قيام حكومة مدنية منتخبة بإذن الله إذن هي وسيلة فمهم جدا مهم جدا أنك ما تعطيش المستبد اللي هو العنف بالنسبة إليه مثل الماء بالنسبة للسمك مثل الجيفة بالنسبة للدود ثم تدخل الخارجي هاو مباشرة هاو من الروس احتلوا البلاد وذلك ممكن الأمريكيين يزيد خلونا نأخذوا مثال هاو أمامنا سوريا بدأ الشعب السوري ضرب 6 شهر وفى السلمية لكن بعدها عيات الناس وكان نظام السوري يقتل ولذلك أنا أقول لأخواننا أحذروا حتى لو غدا قام النظام بإطلاق الرصاص على الحركين أو على الثوار أو على الناس إياكم وأن تحملوا سلح لأن هذا رايح يحب يدفع لذلك لأنه بمجرد أن يبدأ يطلق في الرصاص وفي الموت يزيد الغضر الداخلي والخارجي عليه فيضعف إذا جاءوا اللي يحملوا السلاح يعطولوا يعطولوا يخرجوه من الغرق ويولي حرف الإرهاب بشار إجرامي المجرم يقتل في السوريين فترة أشهر وليس كان عنف من جه السوريين لكن في لحظة معينة بدأت بعض الدول خالجيين تراك إماراتيين طبيعة الحال الفرنسيسي لأخير بدأوا يقول لك لازم يدافعوا لهم وهي من ناحية طبيعية يشوفوا الناس أهلهم يموتوا وخوتهم صعب أنك تقولوا ما تدافعش على روحك صعب صعب جدا لكن هنا ونتوا تكون الحكمة هنا ونتكون الرزانة أنت على الذين يستمع لهم الناس لأنه لو ظل الشعب السوري مسالما والآخر ظل يقتل في لحظة معينة كان سينهار لأن بعض الناس في حملوا السلاح والنظام السوري ساعد في حمل السلاح بالمناسبة أطلق آلاف الناس اللي كانوا يسموهم متطرفين ويقولوا تعالقاعدة أو متطرفين أو حنحق أو عن باطل اطلق آلاف من السجون كيف يحملوا السلاح كيف يبرروا هو القتل ثم يبرروا دعوة الإيرانيين ثم دعوة الروس فإذا بسوريا محتلة تحتلها روسيا وإيران ومن بعد زيد أو الميليشيات من كل جهة أو زيد والجماعات من كل جهة أو زيد والأتراك والفرنسيس والأمريكان والبريطانيين والألماء الجميع وإذا اليوم كل الدراسات كل الكتابات عن سوريا يقولوا أن الجيش السوري هو رقم ثمانية في سوريا الجيش السوري كما يسموهم الجيش العربي السوري رقم ثمانية في سوريا سبعة قوة أخرى أقوى منه ماذا بقية من سوريا لا شيء تقريبا لا شيء تقريبا إلى درجة أن الكائن الإسرائيلي يقصف ما تشاء أو زاد قصف قبل عشر أيام ولا قصف اللاذقية كسرها وإن تقع اللاذقية في اللاذقية في جنوب شرق اللاذقية تقع قاعدة حميمي من روسيا قاعدة ضخمة لكنهم عينيهم ميرفدهمش في الطائرات الإسرائيلية عينيهم ميرفدهمش مش سواريخ مش روسيا تخوف الجميع باللي هي راهية التي تحمي في سوريا إلا ما يتعلق بإسرائيل إلى درجة أن الإيرانيين غاضبين جدا وكان كتابات الآن بدأت تخرج حتى من جهات إيرانية من أنهم مش قدرين يتفهموا الموقف الروسي أن إسرائيل تقصف وروسيا لا ترد مش فقط لا ترد وتمنع الإيرانيين من الرد على إسرائيل من سوريا أو حزب الله أو الميليشيات اللي موجودة هناك تمنحهم من الرد تقول لهم أتلقوا في الأجواء السورية بس لا تردوش على الكائن الإسرائيل لأن إيران عندها سلاح موجود في سوريا يوصل إلى إسرائيل لكن ممنوعين من طرف الروس أي أن الروس يسمحون بقصف سوريا من طرف الإسرائيلي تماما ولكنهم يمنعون الجيش السوري والإيراني والميليشيات التابعة لهما من الرد داخل الكائن الإسرائيلي اللي موجود على الحدود يعني دمشق مش بعيدة كثير على الحدود مع الكائن الإسرائيلي هذا كل العنف أين يؤدي نعم قد يطول قد تطول معركتنا مع هذه العصابات لكن مهم جدا تطول وتبقى ما يموتوش آلاف الجزائريين أو عشرات آلاف من الجزائريين وما تهدمش البلاد على رؤوس أهلها وما يموتش المحرم والمجرم وما يتقاتلش الناس وما يموتوش الجنود اللي يكونوا في أيدي العصابة يقتلوا خوتهم ويموتوا والبوليس يقتلوا خوتهم ويموتوا من الأفضل أن تتأخر يتأخر الانتصار على أن ندخل في عنف فلا انتصار إنما دمار لن يكون هناك انتصار وإنما الدمار هذه جبتها بالمناسبة أن بلد كمثل كازاخستان وهو بلد يشبهنا في كثير من الأشياء تحدث فيه حدثة مظاهرات واحتجاجات ثم بدأ فيه قليل من العنف وهو التدخل الخارجي ودخل الروس ومقتل مئات من الكازاخيين تقريبا كلهم أبرياء وهكذا وهكذا وبطاعة الحال كي يبدأ العنف النظام وهذه أيضا من بين بعض خوتنا اللي كانوا في العسكريين وصرحوا بها يعني قال لك بللي يعني مثلا سمراوي العقيد سمراوي يقولها في كتابه سنوات الدم يقول من أن كثير من هذه الشرطة تعل أحياء المخابرات هي اللي قتلتهم هو كان ضربت في مخابرات كان راعد كان كومون دمتع مخابرات كان مخابرات ديراس هي اللي قتلتهم لماذا؟ أعشتوا بلحي يشتوا تسخن البوليسية أكثر وتسخن الناس تعال أحياء طبعا الناس كانوا كي للي عارفين وقتلوا وخيروا البوليسية اللي هما محبوبين هذوك اللي يدروا زمان مبارك ما نش عارف لا را ما زالت في الجزائر لكن اللي يدروا لها سير كلاس يعني اللي تعال مرور شرطة المرور اللي هما في الغالب من الأحياء تعال من تاحهم أو من العاصمة فقاموا بقتلهم باش يسخنوا البندير بتاع العنف طبعا هذه كانت استراتيجية نزار وتوفيق وتواتي إلى آخره لأنهم كانوا عارفين من أن الشعب لو كان بقاتل أمور سلمية كان الانقلاب سيسقط لن يستمر فكان يجبهم العنف لأنهم فقط التيران تاحهم هو العنف ولذلك أيضا وأنا نتحدث الموضوع هذا كنتحدث أول أمس مع أحد الأفاضل من الداخل قال لي رهم بعض خوتنا يقول لك ثورة الجياح لا تعنينا لا تعنينا كيفاش لا تعنينا أولا تعنينا لأننا جزائريين وهم جزائريين ثانيا تعنينا لأننا غلابية من الشعب رهو وضعص كارثي إذا ما رش يجوع رهو نقدر يبي يجوع وكاين ملايين رهم يجوع بمعنى يقولون يجوع بمعنى يأكلون في الحدود الدنيا ولمرات يتغدى ما يتعشى ومرة ما يتقوش بمشي خلصوا تريسيتي ومرة ما يتخل الغاز هذا المعنى يعني وكاين آخرين لا يجوعوا بالحق ما عندهم مش حتى الخبز كتشوفوا زاد ارتفاع الأسعار لأخير فقال لي واش رايق قتلوا لا طبعا ثورة الجياح هي نحن نفضل أن تكون ثورة الحرك الحرك حضاري سلمي ذاهب إلى قيم الكرامة والعدالة ودولة الحق والدولة المدنية إلى آخر إضافة إلى أنه حسن أحوال الاقتصادية للناس لكن إذا ثاروا الناس أيضا لأسباب اقتصادية وهذا محتمل جدا الآن نحن مش بعاد على ثورة جياح يعني كون نقوله ثورة جياح مش عيب هذا بمعنى وصف أن هذه العصابة جوع الشعب والشعب في النهاية كي اللي يقدر يصبر على الحرية والكرامة ودولة المدنية يقدر يصبر أو يسكت أو يخاف لكن عندما يجوع تهت القضية الجوع كاد الفقر أن يكون كفرا ولو كان الفقر رجلا لقتلته كما قال أحد الصالحين الكبار فإذا قامت ثورة جياح الحركيين وش يديرها يعقلنوها بمعنى يخلوها في إطار إضافة إلى المطالب الاجتماعية ومطالب الأكل ومطالب الشرب ومطالب وهي مطالب محقة لكل إنسان يعطوها أيضا طابحها الحراكي وهو دولة مدنية مش عسكرية مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية استقلال 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 تابعون مزور جابه العسكر مكاشر شرعية الشعب تحرر هو اللي يقرر دولة مدنية فهذا مهم جدا إخواني إذا سبق الحراك فذلك أفضل إذا سبق ثورة الجياع فالحراكيون هم أولى بهذه الثورة وعقلنتها جعلها سلمية مهم جدا حتى لا تضيع تضحيات شعب جسيري لأن العصابة هذه راهوهية والعنف راه العنف أوكسيجين بالنسبة إليه كما قلت لدينا مجموعة قضايا لكن دعونا نروح قبل أن نروحوا القضية الجوسسة هذه وارتباطاتها بإسبانيا إلى آخره نعود إلى موضوع القانون المالية هذا طبعا قالوا المالية كثيرين رحين يشوفوا الضرر منه أولا رحين تشوفوا في الأسعار رحين تسعر السكر ارتفع أكيد شوفتوا سعر السكر ارتفع والمواد اللي يدخل فيها السكر ارتفعت وهي مواد كثيرة جدا بما فيها مواد طبعا الباتيسري المشروبات الغازية الحلويات تشوكلت شوكولة إلى آخر أشياء كثيرة يدخل في هالسكر فكلها سترتفع أقل شيء أقل شيء بعشرة بالمئة وهي في القلب ستتراوح ما بين عشرة وثلاثين بالمئة ومرات ربما تفوت ثلاثين بالمئة عصابة ما عندهاش عندها ذاكرة ذوبابية تعرفوا أنها ذاكرة الذبابة عندها ربع ثواني ذبابة بعد ربع ثواني تنسى ولذلك انت تشوف ذبابة تديرها هكذا بيدك تروح هو أربع ثواني نسات أنها كانت في ذاك المكان وتم ضردها أو تم نشها فهما عندهم ذاكرة ذوبابية وأن الشعب جزائري قبل 11 سنة أيضا ثار من أجل السكر تفعل الأسعار كان فيها السكر والزيت وغيرها وعلى ذكر الزيت حدثني من أثق فيه فقال لي من بين طبعا أنتم مرة رقم شفتوا كين المهرج تعوزير التجارة وكين هذا المرتزق الجديد اللي يسمونه الوزير الأول اختلفوا ما هو أسباب نقص الزيت فوزير التجارة يقول لك المضاربين وحتى زاد أكثر من ذلك قال لك التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي دارت أزمة الزيت تغير يعني المواقع التواصل الاجتماعي كيف تقول رأي وكين كيف تقول رأي مكانش وكاين ومكانش الزيت يترفض ويدخل للفيسبوك ولا اليوتيوب ولا تكون مكانش أزمة حتى مواقع التواصل الاجتماعي تتكلم كما تشاء مرة زورش كلاتا بعد يعرفوا الناس نعمر صحيح حزيتها وكين ملحوانت وبعدين المضاربين هاوكين فهو قال لك تعتواصل الاجتماعي ومن جهة قال لك أن المضاربين خلوطة هذا يقول أي شيء مثله مثل تبون يعني المهنة كما قال واحد الاسم تبون المهنة غولبرك هو واحد قال لك المهنة كذبون يعني فهما على شكل يتكذبون فكلهم يكذبون أكثر مما يتنفسون وبعضهم مضطر مضطر أن يكذب ما عندوش خيار كل ما يكذب شي يجيبوه برد وذلك نشوفوها في قضية البنك الدولي أو البنك الدولي بالمناسبة عاد رد عليهم يعني بهدلهم بيرد والله يفضيح هذا العصاب ويفتر يدير الجزائر صورة الجزائر كل مرة تتمرغ في التراب فبينما هذا الوزير الأول قال لك لا قال لك رانا في نهاية السنة والشركات اللي تنتيج عندها مرات تدير الحسابات انتاحة تدير ستوكاج باش دير ستوك جديد إلى آخره فوقع عنه خلخلة في الحقيقة لا هذه ولا هذيك ربما كان جزء صغير مما قال هو الوزير الأول صحيح أو جزء صغير مما قاله الوزير التهريج هذا صحيح أو الجزء صغير المضاربين صغير لكن مش هو المفسر من بين الأسباب راكم تشوفوا تسمعوا رفع الصادرات خارج المحروقات رفع الصادرات خارج المحروقات يظلوا يهضروا عليها وقال لك ستبلغ 4 ملايير دولار هذا العام وراه في نهاية نوفمبر بلغت في نهاية أكتوبر بلغت 3 ملايير فعصل دولار إلى آخر أحد الأفاظ الحقيقة أكثر من مصدر لكن أكد أحد الأفاظ الذي نثيق فيك تماما قال بين الأسباب هو إرسال الزيت لدول إفريقية خاصة قال لي قال لي نقدر نأكد ها لك يعني وتكلمني على موريطانيا مصادر أخرى يكلموني على نيجر ومالي لكن قال لي إلى موريطانيا قال لي موريطانيا يبعثون الزيت بكميات هائلة مكتوب فيه منتوج الجزائر مصدر إلى موريطانيا وقال لي أعطالي حتى الكراطن فيهم زوج ببادن 5 لترات في كل كارتونة وسميات سميات يبعثون بالزيت إلى موريطانيا لأن مهمة لكي يقولوا يجب أن نصل إلى 4 ملاير أو 4 ملاير ونص 5 دولار قابل نهاية العام طبعا لم يبعثون لكن لكي يحسبوهم في جنبو ويحسبوهم في ديسمبر لكي يقولوا تابعون وفا بوعده قال سنصدر خارج المحلوقات 4 مليار أو أكثر وهنا حققنا 4 مليار 4 مليار 4 مليار ستصدر في منتوج مرات كامل جاي من الخارج أو نص مصنع يعني يشرو مادة الصوجة هذه اللي خرجوا منها الزيت أو الصوية اللي خرجوا منها الزيت وكي المواد أخرى أيضا تستعمل حسب النوعية الزيت طبيعة الحال يشروها من الخارج ويقوموا بعصرها إلى آخر في الداخل أوكي طح نصف تحويل يسموها صناعة تحويلية لكن البلاد رهي فيه أزمة كبيرة الزيت لا مهم فسروا بالتابة المضاربة فسروا بمواقع التواصل الاجتماعي زاد فسروا الآخر بأننا في نهاية العام والشركات لكن ما قالوا ناش حقيقة من الحقائق وهو أنهم أرسلوا لمالي وللنيجر ولبلدان أخرى بوركينافاس وموريطانيا أرسلوا الزيت حتى لليبيا لأن الزيت مادة كل الشعوب تحتاج الزيت فيبيعون بأسعار مخفضة يدخل هناك باش يحسبوا باش تبون يدرون باللي آه صح وصلنا إلى 4 مليار العصابة تبون ما هو إلا واجهة الحقي ما في العسكرية مش هذه فقط باش مصادر أضافوا لي قال كراهم والناس اللي رأيك تجار عارف هالشي قال لك تقريبا في نوفمبر و ديسمبر ما حولوش فلوس للمستوردين في الخرش بمعنى الشركات اللي استوردت من الجزائر لكي تدفع الفلوس اللي بقولها السلع عطلوهم في نوفمبر و ديسمبر قليل اللي عندهم معارف اللي مشات أمورهم الباقي عطلوهم لماذا قال لك لكي يقول باللي استورد في 2021 كما قال تبون رانا خفضنا من الاستيراد فزادوا كانت بكري كينا دوميسيلياسيو وكانت كينا بري دوميسيلياسيو يعني الفلفاكتير كان بري دوميسيلياسيو ومبعد دوميسيلياسيو ومبعد باش تبعت معناها عرقلو لعلكم انتبهتوا قبل ثلاث أشهر هذه الأخبار آنذاك والناس نشروها أنا بعض الشركات نشرت هذا على قال لهم لأنه المرهم يبعثون دراهم يتعطلوا كثير ومرات جاء دراهم ناقص ونبقوا ونطالبوا فيهم باش يبعثوها كاملة وهذا التعطال مش مقبول وهذا ثاني كان من بين الأزمات نتع الاستيراد وأدي إلى كثير من المواد ارتفعت لأن لم تعد بإمكان استيرادها كما كانوا قبل وعلى ذكر المواد كارثة أخرى زادوا داروها وهم علنوا لها وهي زادوا أكثر من 1600 منتوج إلى ما يسمى بالدابس الدابس بالفرنسوية يسمونها بمعنى أنهم دائرين هذه الدابس على أساس حماية للمنتوج الوطني وبالتالي المواد التي تنتج في البلاد يجب أن نضعها ضرائب إضافية بحيث تصبح غالية جدا بحيث أن الناس يشروا المنتوج الجزائري بدل المنتوج الأجنبي طيب المنتوج الجزائري أولا رديء في الغالب قليل الذي يخرج منتوج الجزائري يستاهل أن الناس تدفع عليه فلوس هو رديء المنتوج الجزائري رديء بطبيعته القليل تنتعو سيئة رديئة هذا الأمر الثاني المنتوج الجزائري في الغالب لا يكفي أصلا للسوق كثير من المواد التي تنتج في الجزائري لا يكفي لا تكفي السوق الجزائري بل أن كثير من المواد التي تنتج في الجزائري مثل الحديد مثلا حديد البناء ارتفعت أسعارها بشكل رهيب وهي منتوجها في الجزائري فما بالك كانت عندهم تسعميات مادة زادوا الآن كانت عندهم 992 مادة الآن زادوا 1608 مادة يعني كانت عندهم حوالي 1000 مادة التي تضعنا في الضابس هذه التي هي ممنوعة تماما من الاستيراد أو زادوا لها ضرائب ما بين 30% و 200% بمعنى أن كائن مواد كنت تشروها في السوق مثلا كانت تباع بـ 50,000 مادة مستوردة قلت تكون قرعة شمفون مثلا لا نظن كائن قرعة شمفون في تزائري بـ 50,000 لكن دعنا نقول لقرعة شمفون بـ 100,000 بمركة معينة مركة معروفة خارجيا قال لك كائن شمفون في تزائري إذن كمثال نعطي كمثال هما 2600 مادة الآن سيزيدون ما بين 30% و 200% بعض المواد تولي 100,000 تولي 130,000 طبعا تاجري تجري زيدي بياحة بأغلع ما بين 200,000 و 160,000 هذا الحد الأدنى و مرات ما بين 100,000 تولي 300,000 ما بين 200,000 تولي 600,000 لأن النسبة وهم قيلينها رسميا أو قال لك اليوم ما يسمى بوزير التجارة هذا المهرج ستكلم عند المرتزقة من مجلس السيناء وقال لهم أن النسبة ما هي ما بين 30 و 200 بالمئة خبره موجود لمن يريد أن يطلع عليه لقاه في موقع يسمى تياساء موقع خضعوه أيضا للدياريس المخابرات ينقل حاجات لم تزعج كثيرا لكن أحيانا أحسن وجوده أحسن من عدمه وإن كان مهوش موقع تماما فالمهم نقل الأخبار وهذا خبر بالتأكيد يكون موجود حتى في جرائد الدياريس الأخرين ومواقع فكثير من المواد سترتفع سعرها ليس فقط دينارة ما زال يهبط ويتكركر في الأرض ويزيد نقصه في قيمته أكثر وإنما أيضا بمزيد من الضرائب والآن المواد 2600 مادة لكن يقول 2600 مادة ستتكلم تقريبا تقريبا على نصف المواد الحيوية اللي يشرها الناس بمعنى أن نصف المواد رسميا سترتفع ما بين 30 و 120% طبعا هذه 30 و 200% ضريبة على التاجر التاجر في الغالب سيفح أكثر من 30% 30% هو ممكن يرفعها ب50% واللي بـ 200% ممكن يرفعها بـ 250 وكأن كثير من المواد ستختفي ستختفي لأن الناس ليس قادرة تشريها الفقر سيصحف وكل يوم يضم ألف الناس والله عشرات الألف المدخيل تقل العمل ما كان شركات تغلق فجنون المفروض في وقت هذا خاصة في وقت الكورونا وفي وقت من الاقتصاد ضعيف وضعيف جدا المفروض يديروا أعمال كثيرة هنا في البلدان هذه مثلا في غروبا داروا كثير من الأشياء باش يشجعوا الشركات يعني وصلت الحكومة البريطانية مثلا أنها تدفع 80% من أجور العمال ومرات وصلت إلى 100% بعض الشركات صغيرة معنا شركة صغيرة عندها 7 أو 8 خدامين يقولوا لهم تردوهم ونحن سندفع لكم 100% الحكومة تخلصهم بمعنى صاحب الشركة لا يخلصوا ولا شيء إذا خدموا رابح إذا ما خدموا هو خاسر الحكومة التي تخلصهم في موضوع الكورونا هذا الناس على عمال حرة مثلا طاكسيير مثلا محامي مثلا وصلوا إلى دفعوهم 80 إلى 85% من الشيف الردافير اللي كانوا ديكلاريه اللي كان معلن من قيمة العمل اللي كانت عندهم من قبل مثلا نعطيكم مثال بسيط خلينا نشوف محامي كان مثلا يدي 100 ألف جنيه وديكلار للحكومة أنه 100 ألف جنيه في 2019 وصلت للحكومة قد تقول له أنه تعطيله 80% من ذلك المبلغ مع الكورونا في 2020 و 2021 كمثال بسيط طبعا تبقى مرات تخطي على حساب المهن لكن كمعدل هو 80% نحن العكس مقلوبة وحتى الشركات اللي قالوا نعاونوك مجدح بسيطة جدا وأغلبية الشركات موصلتها مش واللي وصلتهم كان لازم يتفور شاوي باش يدوا الدعم على هو دعم الكورونا عبث عبث حقيقي مع ذلك مع ذلك القيناهم شنو هجوم عنيف على البنك الدولي شنو هجوم عنيف على البنك الدولي وكنا شفنا الموضوح هذا وقال لك البنك الدولي آخر إخراجاتهم وقبل يومين كنت كلمت معاكم في اللايف قال لك أن هذا فريد بالحاج هو نائب الرئيس البنك الدولي أحد نواب الرئيس لمنطقة ما يعرف بالميناء ميدل إيستن نورث آفريكا شرق الأوسط وشمال إفريقيا أنه عميل مخزني وأنه كانت عنده علاقة بالأمير رشيد وأنه كذا وأنه كذا فطبعا البنك البنك الدولي سكت لأيام لكن أمس أو أول أمس أصدروا هذا البيان خلينا قرار لكم جزء منه نشرت في الأيام الأخيرة عدة مقالات صحفية تتناول تقرير المرصد الاقتصادي للجزائر الصادر عن البنك الدولي وتضمنت بعض هذه المقالات بيانات غير صحيح حول محتوى هذا التقرير الذي تم إعداده بأكبر قدر من الدقة والمهنية وتم تأليفه من جانب فريق من الاقتصاديين العاملين في منطقة المغرب العربي أي أنهم أولا قال لهم نحن نرى ندرنا بأكبر قدر من المهنية ثانيا أنه فريق وليس شخص لأنه حب يربطها بشخص نودا نشير إلى أن البنك الدولي يصدر تقارير اقتصادية منتظمة لبلدانه الأعضاء أكثر 180 بلد وبالنسبة للجزائر يتم إصدار تقرير المرصد الاقتصادي الخاص بها مرتين كل عام من جانب خباراء اقتصاديين في البنك الدولي ونشير أحدث إصدار لهذا التقرير بتاريخ 22 ديسمبر أي التقرير لجنة جنون العصابة إلى درجة أن عبدالعزيز المجازر سماهم أن اللي داروا هذا التقرير مجهولي النسب مجهولي النسب إلى هذا الحد خيره طبعا ما يسمى بوكالة الأنباء أو وكالة الجزائرية أو وكالة الأغبياء كما يسموها الجزائريين شنت هجوم عنيف عليهم وطبعا الهجوم ما هو من عنده من عند المخابرات الإرهابية ما فيش قرار يتخذ في البلاد خاصة القرارات الكبيرة ما فيش قرار يتخذ في البلاد دون أن يمر على المخابرات الإرهابية ما فيش ما فيش وزير ما فيش رئيس الوزراء ما فيش تبون يتخذ قرار دون أن يأخذ الكاشي أنت كبار جنرالات خاصة على المخابرات الإرهابية هذه حقيقة حقيقة مريرة بل أن في الولايات ما فيش والي يتخذ قرار دون موافقة المخابرات الإرهابية على المستوى الولاية أو على المستوى الضائرة للأسف أشياء بسيطة أحيانا وما يقول سيفلان سيفلان هو ديريس المحلي في الولاية والدائرة وما رأيك سيفلان البلاد ربطوها الحنوشة ربطوها بتميمة وأصبحت الواجهة المدنية ليست أكثر من مرتزقة يتلقون التعليمات والأهم لا يوجد قضاة تليفون فقط لكي لا يضمون قضاة يوجد قضاة تليفون وقضاة التليفون والكوميسارية والكوميسار تليفون والدرك تليفون ومشي ومدرع المستشفى تليفون ومدرع حتى الجامعات والثانوية تليفون طبعا يخلونهم الحوايج البسيطة ما يسمى بلوكوتيديا اليوميات لا يوجد قضايا اللي تعلق لا لازم لحنش تعال الولاية أو تعال الضائرة أو تعال الوزارة يوفق عليها إذا ما وفقش عليها الوزير يعد مرعوب يقول له وروا له روحوا وروا له يبعث الشيفت كابيني يقول له شوف مع سفلان واش يقول سفلان سفلان يعني ضابط المخابرات إذن تقرير المرسل الاقتصادي الجزائي الذي يخضع لمراجعة شاملة للجودة قبل إصداره وهي النقطة ثالثة أننا ما نخرجوش أي حاجة فرانا نراقبوه الجودة قبل الإصدار يستند حسريا إلى البيانات المتاحة للجمهور والمشار إليها في التقرير أو إلى البيانات التي يتم توفيرها مباشرة من جانب السلطات الرسمية الجزائرية في الحقيقة هم استندوا في أكثر من 70% من الأرقام أنا لما قررت التقرير أنا عارف وش يصدر على هذا العصاب استندوا على العصاب على وش تقول وش يقول المحافظة بتاع البنك المركزي وش يقول وزير المالية وش يقول رئيس الوزارة وش يقول وزار تجارة إلى آخره هم استندوا على أرقام رسمية ولذلك نحن عارفين أنا لش قلت بأن التقرير لم يكن منصفا ودقيقا لأننا بانا بليعتمدوا على معلومات غير صحيحة غير صحيحة نسبة البطلة غير صحيحة نسبة الفقر غير صحيحة ونسبة أخرى كثيرة مع ذلك شنو لهم هجوم عنيف وهنا رمي يقولون نحن نعتمدوا قالهم نعتمدوا في التقرير على البيانات التي يتم توفيرها إما اللي هي متاحة للجميع اللي هي في الغالب أيضا صادرة من عند السلطات كما تسمع أو اللي أصلا طلبناها من السلطات الرسمية بمعنى ما اختلقناش من عندنا شيء ما اعطاهناش النظام المخزني أو هذا عامل المخزن أو لا لا هم يقولون له ضربها صفعة شديدة طبعا البنك الدولي ماش نتكلموا على أي منظمة في الخارج هذه هذا مبراطورية عالميا دليل أن عدد العضاء تعدد الدول فيها 190 دولة قريبا كل دول العالم واش يوضيفه أما الغرض الأساسي من هذا التقرير فيتمثل في الإسهام في المعرفة والحوار والحوار البناء حول جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجزائية وتتماشى استنتاجات التقرير الاخير مع البيانات الرسمية المعلنة تتماشى استنتاجات التقرير الاخير مع البيانات الرسمية المعلنة في تاريخ الموعد النهائي لدرج البيانات التقرير وهو واشن mà هو هو نوفمبر 2021 والتي تم إيتاحة معظمها في النشرة الصادرة عن بنك الجزائر بتاريخ 22 ديسمبر 2021 أنا يومها قريت لكم الله هاو موجود تقرير منتع البنك المركزي البنك المركزي هذا وشي يسموه رسطم فضيل او فاضل نشوفوه مع بعض على السريع مخرج تقرير في 22 ديسمبر كنا تكلمنا عليه في وقت هاو التقرير نشوفوه مع بعض التقرير من المعلومات الكاذبة منفوخة البطالة ينقصوها الصادرات يزيدوها الواردات ينقصوها التضخم ينقصوه يعني ليساعدهم يكيفوه كما يحبوا فهما استمدوا على هذا التقرير ولذلك ما يصدر من جهات دولية في الغالب هو اقل من الحقيقة لانهم يعتمدوا على ارقام العصابة لقد لاحظنا مع الاسف ان بعض المقالات المنوه عنها على قد اعتمدت لغة ربما لم يتم التفكير فيها بشكل كامل من جانب مؤلفيها لا مجازر راه فكر عبدالعزيز مجازر راه فكر ليحكي ما قال لكمش استغفر الله هبطوا ربهم للوات راه قال لكم برك راكم منسوبي مع عادمي النسب او مجهولي النسب راه هذا هو اسلوبهم تحسبوا الجنيرالات هذون تحسبوهم جنيرالات ومؤدبينوا راه البذاء انتاحهم ابشع من بذاء انتا مراهقين ما ترباوش ابشع ابشع بكثير من بذاء انتا مراهقين لم يتلقوا اي تربية وبدوا يتعلموا كلمات السفاهة والبذاء ويقولوها تقدروش تتصوروا المستوى انتا تقدروش ما تقدروش تتصوروا المستوى ما تقدروش كلما زادت الرطبة كلما زادت السفاهة والبذاء والقذاء لتخرجوا من افواه بسلوكياتهم راكم تحسبوه هذا وهو رغم عباد فهو الحيوانات اشرف منهم ونازنوا كلماتي هنا اقسم بالله العلي العظيم لا اكثرهم للحيوانات اشرف منهم مليون مرة انهم الا كالانعام بل هم اضل اضل من الانعام اضل من الحيوانات الحيوانات على الاقل رب يخلقهم كذلك ما عندهمش خيار بينما الانسان ربي وهديناه النجدين المشاكل ومما كفورة رب يعطاله الطريقين طريق الخير وطريق الشر يختار منها حر انسان لا يكراها في الدين ارادة الانسان موجودة حرة هو اللي اختار بشكل كامل جان المؤلفين الذين لم يكشفوا عن هوياتهم اي نعم او لا مجازرها ويكشف على هويته لكن في ما يسمى بال البياس ما كشفوش عن هوياتهم ما وقعوش طبعا تعليمات انتع انتع جينيرالاتي يكفروا عليهم يقولون مي حطوا اكتبوا هذا الشي وعلى الرغم من كون هذه التعليقات غير مقبولة فلن يتم الرد عليها لاننا من جهتنا لا نعتبر انه يمكن استخدامها كموضع النقاش والحقيقة هذه العاقل لا يرد على السفهاء العاقل لا يرد على الكذابين على البذئين على المنافقين هذا هو قال لهم هذة التعليقات غير مقبولة ولكن نحن مش هنرد عليهم مرات بعض اخواننا يقولون يراه المجرم الفلاني او المجرمة الفلانية شتماتك ويقول لهم غير ما كلا توصلوا لي هذا الموضوع انا لا ارد على هذه المستويات لا ارد كون يعود فيه نقاش منطقي كده نحضرت مئات النقاشات واللي كانت مرات تكون سخونة جدا يعني لكن كانوا مرات يحدثوني على احد المجرمة في الجزائر يقول لك اه قالت عليك ركيهودي خالي اتقول قالوا انت ما كنتش دبلوماسي كنت شوفر خليهم شوفر وعورها المشكلة شوفر الى اخر الى اخر الى اخر الى اخر السفهاء الانسان ميرتش عليهم ولذلك وش يقول الرب العزة قبل 14 قرن واذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة سلامة ولو فهو معهم يقولون لهم جمعة البنك الدولي قالوا لهم مش حردوا السفاهات تاكم هذه مش حردوا عليها من جهتنا لا نعتبر انه يمكن استخدامها كموضع لنقاش ويجدر نشور هنا الى ان مجموعة البنك الدولي مؤسسة انمائية دولية قائمة على البلدان العضاء فيها ولا هدفان مزدوجان هما القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك والجزيرة العضو مهم يحظى بكل اعتبار وتقدير في مجموعة البنك الدولي وممثلة في المجلس المديرين التنفيذيين للبنك اما موظف مجموعة البنك الدولي وادارته فلا يشغلهم سوى خدمة هذين الهدفين الذي قامت عليهم المؤسسة الدولية فقط ولا شيء غير ذلك رد صفعات على اليمين على الشمال وفي النهاية في النهاية يؤلمنا ذلك كجزيريين يؤلمنا يؤلمنا أن في النهاية تذكر كلمة الجزير والمسؤولين جزيريين إلى آخره يؤلمنا ذلك عمال قطاع الضرائب في إضراب يوم أيام 18-19-20 جونبي 2022 لعدم تجسيد الجهة الوصية بوعودهم تجاه العمال والموظفين داروا إضراب في خمسة جونبي أيضا وهو فيه بيان صادر عن نقابة المستقلة لموظفي الضرائب وتتحدث فيه عن قرور بدور قرار الدخول في إضراب وطني لمدة عشرة أيام فيه 18-19-20 ومنه فإن لو فيه أيضا عشرة أيام أي أن هناك أكثر من إضراء في الحقيقة كما تعلم الجميع أنه سيتم رفع دعوة قضائية ضد أي مسؤول يثبت تورطه في عرقلة العمل النقابي لسيما إلى آخره الأمين العام هذه اللي يسموه عبدالقادر يمكن عين بوعلق الأمين العام وهي صافل أو صافي لا هي صافي طبعا اسمها صافي اسمعتم تما هذا؟ أهلا بالمساء هذه الطريقة تفكرنا في أيام بنعلي كان يبروها هذا وإنما ما تنسى كانوا يزديلها شوية موسيقى وما ما زال مش يزيدوا في الموسيقى وما قال لك؟ قال لك تبوني يا تراثي شماع المجلس على الأمن تناول الوضع العام في البلاد وصدور مرسوم رئاسي بالجريدة الرسمية هذا هو اللي يهمنا هنا بالجريدة الرسمية في عالي 99 بعدد 29 ديسمبر يتضمن تشكيلة المجلس على الأمن وتنظيم وسيره يعني ما كانش صادر أصلا قانون يعني أو مرسوم تشكيلة مجلس العلا رئيس جمهورية رئيسا للمجلس عضاء المجلس الوزير الأول أو رئيس الحكومة مدير ديمان رئاس الجمهورية وزير الدفاع الوطني الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية الوزير المكلف بالسؤون الخارجية والجلية الوطنية المقيمة بالخارج وزير العادل حافظ الأختام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قاعد درك الوطني المدير العام للأمن الوطني المدير العام للوثائق والأمن الخارجي المدير العام للأمن الداخلي المدير العام لمكافحة التخريب المدير المركزي لأمن الجيش ليستوقفني هنا المدير العام للأمن المدير العام لمكافحة التخريب طبعا الصورة لما صدرت الناس اللي كانوا حاضرين مدير المركزي هذا المدير العام خلينا نشوفوه لكي نعطيكم الأسماوات لأنه ما يذكرونه بالأسماوات مدير المركزي اللي عامل الجيش نبدأ بالأخير هو سيد علي ويلد زميرلي وبالمناسبة هذا ثاني مرة على ظروف عصيبة جدا أيام القايد صالح وعودوا جابوها المدير العام لمكافحة تخريب كان في السجن خرج السجون هما سجنوه اللي هو جبار مهنة أحد أجر من القتل في التسعينات ويستطيع الناس أن يبحثوا باسم جبار مهنة للقاوش كنت تكلمت عليه لما ظهر اسمه بأنهم جابوه وعطاولوا ذركة مديرية جديدة خلقوها مكافحة تخريب نفس الأسباب ونفس التسميات اللي كانت سميهم فرنسا فرنسا كانت سمي المجاهدين جزائريين ثوار تسميها أعمال إرهابية أعمال تخريبية يعني تقدروا في الغالب يروحوا يكوبوا يديروا كوبي كوبياش على وش يخدروا شي في فرنسا ويديروها وعلوا العالم عندهم يبدأ في فرنسا وينتهي في فرنسا مع أن فرنسا الآن ويسبح الدولة يعني الهند وتجاوزتها في الاقتصاد وراي كل مرة كل الدراسات تتحدث عن أن فرنسا تهوي وليبقات الخطابات انتاحهم كمرة مرة ومراحل الحرب أهلية في شيطانة المسلمين يرحوا الحرب أهلية يبقوا هكذا يعني أو يرحوا لقتل المسلمين بلا حدود يعني التطرف رحوا يتنفخ عندهم ويزيد فلكن هما مولعين على قول ابن خالدون أن المغلوب يولع يعد مرعوب من هكذا دايما يتبع في الغالب فالمدير العام للأمن الداخلي هو عبدالغاني راشدي عبدالغاني راشدي رح مرعوب مش عارف متى يخذوه وحطوه في عبلة اللي هو رح يشرف عليه الآن هذا عبلة المدير العام للوثاق والأمن الخارجي اللي هو يسموه محفوظ يسموه مقري محفوظ جنرال متهالك تماما ومقع عندهم أمراض لكن هذا منتهي تماما وفي ثاني هذا كانوا أصلا مطرود من أيام توفيق طردوهم على التوفيق أو قبلوا بشوية وعودوا جابوه بمعنى الجنرالات الموجودين هنا هما في الغالب خاصة هذا اللي جاء المكفحة التخريب والتال الخارجي هم متع التوفيق نحن عارفين أن التوفيق وعلى ذكر هذا أحد المصادر المتاعي يقول لي أنه راه في توفيق في في هذا المستشفى أنتبو شاوي قال لي راه تقريبا بصفة مستمرة هناك ورعاية خمس نجوم وداخل خارج ويدلول ويجبوله في الأطباء طول الوقت وزيارات انتع الجنرالات ويتلقوا هناك بمعنى أنه يقوم بدور من خلف السيطار حتى وهو في حالة صحية سيئة طبعا لأنه كانت تعرض لتعذيب شديد ولكن تتذكرون كنا آنذك قلنا لهم إحنا ضد تعذيبه هذا توفيق المجرم إذا لازم الأمر أن يصدر حكم إعدام ضده فليصدر وإن كان يتمنى يصدره الشعب قضاء الشعب هو اللي يصدره ماهوش العصابة هذه لكن هو رجع وأصبح طبعا كانت تعرض لتعذيب أنا ذاك قال لك طاح من الصالدباء لكن احنا كنا عارفين بأنه تعرض لتعذيب شديد أيضا وين في مركز عبلة اللي كان هو يشرف فيه التعذيب على كثيرين من الأحرار قتلوا هناك وأشرف توفيق على قتلهم شخصيا خاصة في التسعينات وكاننا تخويف مجلس الأمن القومي ومجلس الأمن القومي هو المخير فيه وما يقدرش يحمي التليفون تاب ومش قادر يحمو الإيميلات وشفنا الفضايح اللي خرجت إلى آخره وراهي ما زال تخرج لكن اللي لماذا تكلمت عن الموضوع هذا فقط لأنه على إضافة هذه مدرية التخريب شعب جزيلي مش حيخاف شوفوا إخواني وعادي نقولها كثير الإخواني اللي ره مرات يدخلوا ويتكلموا أسوأ شيء يديروا المناظل أو المقاوم أو الثائر أو أنه ينقل الخوف للناس أسوأ شيء نعم العصابة هذه تقوم بالإجرام تقوم بالتعذيب تقوم بالترعيب بالترهيب هذا كله لكن إذا ما كنتش أو ما كنتش فاهمة رح تخوفوا الناس بدل ما يتم بدل ما تتم إهانة وإذلال هذه العصابة نقول لهم نخوفوا هي قعد السؤال رغم تروحه وكالتالي الآن هم رأيهم يبنوا في أسوار الخوف والرعب يجب أن نهدمها مرة أخرى كما هدمها الحراكة في 22 فبراير 2019 ونذكر جرائمهم واعتقالاتهم وترعيبهم ولكن بالتحدي مش بالخوف يجب أن لا ننقل الخوف للناس للحراك للشعب يجب أن نرفع المعنويات يجب أن نذلهم هم والحقيقة أن الشعب الجزائري هم كم هنا نفترض لو افترضنا أن كل الدرك معهم وكل الشرطة معهم وكل المخابرات معهم وذا ليس صحيح يعني كثيرين في الشرطة والدرك والمخابرات ممش معهم أصلا خاصة في المراتب الصغيرة لو جمعناهم هذا كل ما قل من 500 ألف شعب الجزائري 45 مليون بمعنى أنهم في حدود 1% من عدد سكان الجزائري أو 1.2 فما يجبش أن ننقل الخوف لما نجو نحكو على أشياء معينة نعم ننقل أشياء كما هي ولكن دائما بتحدي وبمقاومة وبي أن ينتقلن من الرعب لهم لهم لأن السؤال ما تروح اليوم أين ينتقل الرعب عند الشعب فيخاف منهم ويستمرون في هذه الجرائم أم ينتقل لهم ويخاف كأكثر من الموضوع لكن نشوف باللي رأينا فتنة الساعة خلونا نروح للموضوع التجسس وأنا أتحدث على موضوع التجسس وإسبانيا هذا مقال هو عندي لنا بالفرنسية هنا لكنه موجود بالعربية أو بالإنجليزية أو بالفرنسية النقل أو نشر على موقع الجيريا واتش وهو يتعلق بأخونا المقاوم الثائر الحر ذلك الجبل الصامد محمد عبدالله محمد عبدالله نوعية استثنائية نتمنى أنه يكونوا كثير منه بالمناسبة أنا أدعو الجزائريات والجزائريين ليقدر بطاعة الحال أنه عندما يولد لهم ولاد يسمونه محمد عبدالله ونتمنى ويخرج على على خلاقه وعلى حبه للبلاد وعلى ثورته ضد العصابة ونتمنى وهو اسم جميل محمد عبدالله على كل حال فكتبوا في ألجيريا واتش مقال مطول لبس به يعني مقال جيد عموما طبعا المقال محمد عبدالله يصدر كتاب أكثر وما يكفيش التفاصيل تال ثلاث سنوات لأنها كانت حافلة ثلاث سنوات منذ أن خرج من الجزائر في نوفمبر 2018 متوقفش ولكن الناس يجب فقط ملخصات لما قاله في اليوتيوب والمجرمين اللي يفضحهم وا 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 يخرج كتاب يعني متمنى وكاش واحد اللي عنده القلم سريع يخرج لنا كتاب أو حاجة من هذا الموضوع وأنا مستعد أنه لو كان واحد يكتب على الموضوع أني نساعده يعني برغم ضيق الوقت الشديد عندي لكن طبعا كما قلت يعني ملخص إذا شئنا للقضية خاصة منذ اعتقاله في إسبانيا إلى آخره فجميل يعني أنهم وهو منوجود بالعربية وبالإنجليزية وبالفرنسية لمن يريد أن يستفيد منه أو يحتاجوا أو حتى فيه معلومات بالنسبة للناس تعلجوا يقدروا يستفيدوا منها أيضا قبل أن أمر للموضوع تعلجوسسة أريد أن أبدأ تعاطفي وتضامني مع إخواننا في RCD مرة قلت إخواننا في RCD كتب لي وحد قال لي خوصك RCD لا شوفوا يا إخوان نحن جزائرين نحن إخوان كل جزائرين إخوان واللي مشخوك كما قال سيدنا علي المشخوك في الدين فهو خوك في الإنسانية نفترضه مشخوك في الدين RCD مسيحي أو مش عارف لا يؤمن أو هو خوك في البشرية في الإنسانية كلكم لآدم وآدم من تراب كل مخلوق هنا مولود من عند آدم والحديث اللي رصى يسلم كلكم لآدم وآدم من تراب فما بالك أنا أرسد الحقيقة الموقف انتهى بقيادة أخونا محسن بالعباس والمن معه وموقف جيد يعني لأنه مع مطلب الدولة المدني إذا الكه إيديولوجيته وسياسته هذا يخصه هو وهنا هذا رأي فيه الجزائرين متعددة رأي اللي يريد أن يجعل الجزائر فكر واحد رأي ما تمشيش جزائر متعددة لكن نحن نطلب الدولة مدنية بحيث أن الجزائرين يختاروهم مشروع سياسي أو المشروع الاجتماعي أو بحرية بطبيعة الحال نحن كل من يقاوم هذه العصابات فهو أخونا حتى اللي ما يقاومهاش هو أخونا حتى اللي هو معهم هو أخونا في الأصل ولكن نوجهوه للانتقاد نقول له ما تكونش خاضع وما تكونش عميل وما تكونش ذباب وما تكونش مجرم عند العصابات فنحن نندد بسلوكه أما بالأشخاص فنحن ما ننسوش الأشخاص كأشخاص نحن تصرفاتهم وسلوكهم نحن حتى هذه الجنيرالات نجوب تصرفاتهم وسلوكهم فنحن من هنا أعبر عن تضامني عن الضغوطات لأنهم بعثوا له الويسي باش يقولوا له رب نكون نزيدوا وديروا اجتماع هنا لأنهم بداروا اجتماع باش يتكلموا على طبيعة الحال يعني القمع ضد القمع وكانوا حضروه بعض المناظلين من أحزاب أخرى أو من تنظيمات أخرى وقالوا لهم هذا ممنوع يعني حزب سياسي معترف به ممنوع أن ينظم ندوة أو ينظم اجتماع تخيل في الجزائر الجديدة تاحهم يعني قضية جوسسة هذه كما قلت داخله في إسبانيا وهي القنص اللي قلت لكم هذا هلك اسمه رشيد الدين كمال حناش وعمره 64 سنة وقالوا من أنه توفى في 26 ديسمبر في ألي كونت في أماليز كاردياك يعني بسكتة قلبية وهو كان كونسيل أنتريمير لماذا كان كونسيل أنتريمير كونسيل أجوان وكونسيل أنتريمير في نفس الوقت كان كونسيل أجوان وكان واحد اسمه بن ناصر وكان هذا بن ناصر كان مخابرات بعثوه تخيلوا أطاحوا به أطاح به محمد عبد الله في الحقيقة والقنصل اللي قبله أطاح به محمد عبد الله لأن هذا الشخص هذا اللي مات شد أنتريمير لما سحبوا القنصل السابق نسيت اسمه ثم جاء هذا بن ناصر وأصبح هو القنصل ثم عودوا سحبوه فهذا جد شد مكانه كونسيل أنتريمير فهم يقولوا بأنه هلك بسكتة قلبية عن عمر 64 سنة ما نشعر فين إذا كانت سكتة قلبية حقيقية أم سكتوه هما يعني لكن الأكيد أن هذا لعب دور إجرامي كبير في عملية تنسيق ما بين المخابرات الجزائرية والمخابرات الإسبانية في ترحيل محمد عبد الله هاو هلك في نهاية المطاف هلك محمد عبد الله كان تعبهم بشكل رهيب في علي كونت كما قلت إلى درجة أنهم استنفذوا قنصلين قنصل الأول قال لك هذا مخدمش مليحة ينحط واحدة مخابرات زاد مع عمال محمد عبد الله زادوا وسحبوه وكان يخاف من محمد عبد الله ومحمد عبد الله قال يروا يشوفني يخاف مني وما يمشيش إلا بمجموعة من الأشخاص مع أن محمد عبد الله ليس عنيف لم يكن أبدا عنيف إنما كان الكلام أو الكاميرا أو تليفون رعبهم سيرجون شيف عمره 33 سنة رعبهم ولذلك من بعد داروا كل شي لكي يسحبوه بتواطر مع الفرنسيين مع الإسبان وإسبانيا ليست بعيدة على هذه القضية فقد صدر حكم يوم 28 قبل عشرة أيام على شخص يسمى حمد بالقاسم وهذا حمد بالقاسم وهو من تلمسان صدر عليه حكم بخمس سنوات سجن لماذا؟ قالوا من أنه كان في في أفريل 2017 اكتشفوه من أنه في تواصل مع اثنين من الدبلوماسيين الإسبان في الجزائر وأنه كان يقدم لهم تقارير دورية وأن جهات التحقيق قدموا 12 قدم 12 تقرير على الأقل عفوا 36 تقرير في كل تقرير على الأقل 12 صفح 36 تقرير وأنه ظل يدجسس لهم لعدة سنوات للإسبان في الجزائر فكانوا ألقوا عليه القوت في أفريل 2017 وحكموه أصدروا عليه خمس سنوات ثم جاه مستئناف ولت ثم ثم عاودوا داروه للمحاكمة وعاودوا ترجع خمس سنوات بمعنى أنه مقالش كثير ويخرج لأنه من أفريل 2017 رف السجن لكن وش يقول هو شيء العجيب سقصير القاضي في المحاكمة الثالثة داروها من مرات قليلة جدا تكون في المحاكمة الثالث مرة فوش تقول له قاضية تسأل فيه مجموعة أسئلة يقول لها هذا الموضوع راه لعبة من عند زوجتي أنا طلقت زوجتي لأنه دارت لي مشاكل فرحت بعتني عند المخابرات بني جاسوس لكن تعاود تسأله القاضي يقول لها واللي جافتها ليس صحيح لكن تقول له القاضية طيب هل كنت تعرف هؤلاء الدبلوماسيين نعم كنت نعرفهم وش كنت نعطيهم تقارير نعم وعلش تقارير نجمحونهم الفيسبوك ونعطيهم لهم تقارير قال لها نلقاهم في الفيسبوك ونجمحهم ونعطيهم لهم بغض النظر على المنطق يقول هلش تعطيهم أنتت على الفيسبوك هو الفيسبوك موجود في الفيسبوك والإسبان عندهم ليعرف العربية ويعرف لم يعتمد درجة الجزائرية جسوس لكن مرت جوسيس يعلمهم الدرجة الجزائرية أو الدرجة المغربية أو الدرجة الهندية يعلمهم جوسيس هؤلاء فالمهم لشدني في الموضوع ثلاث موضوع ثلاث خضايا على ذي قلت لازم نقول لكم الخبر هذا الموضوع الأول يقول الموضوع في البداية زوجته اللي قام بالموضوع ثم يقول لها لا هذا انتقام من طرف جناح بوتفليق لأني أنا مشيت مع ابن فليس ولأني تلمساني ودي بيتي تعمل تلمسان ما قبلوهاش مني هو كان دي بيتي ما بين 2002 و2007 الغريف الأمر أنه بعد 2007 أراح كممثل الجزائر في واحد المركز إفريقي للشباب هذا وبحماية ديبلوماسية معناها ما فيش انتقام من جناح بوتفليقاء كون جناح انتقام حقيقي ما يبعثوش تولي تخلص بالدوفيز وعنده كان ستاتي ديبلوماتي كنت ما لا علاقة لك بالديبلوماسية لكن اللي شدني أكثر قال لهم أنا محارب الإرهاب أنا في التسعينات كنت مع دير اس وكنت مع المخابرات وكنت نحارب في الإرهاب قريب زاد يقول لهم قتلت فهذه ثانية ما شفعت له قالوا له جاوزها هذه جاوزها رحنا المفيد آه المفيد زادتهم قال لهم تعرفوا هذه خدمة عن المخزن لأنني أنا كنت مع الشعب الصحراوي وكنت نقنع في هؤلاء الدبلوماسيين باللي المغرب را يتلاعب بإسبانيا ولازم منهم يكونوا مع الشعب الصحراوي طبعا القاضية قاتلوا ثانية هذه جاوزها يعني ما قلنا منها لكن باش يوريلكم كي يولي الخطاب تعشين غريحة وتعتبون وتعال لا بياس وتعال كي تولي كلها مركزة على المغرب ولا على رشاد ولا على كذا يولي أي واحد يحب يتقمص نفس الشي باش يسمحها ماش يحبوا يسمعه ما يطلبه المستمعون يعني لكن الخطير في الموضوح هذا هل سمعتم منتم بطرد دبلوماسيين إسبان في 2017 من الجزائر؟ ما سمعته هاج بطاية الحالة ولماذا؟ في كل دول العالم عندما تكتشف قضية تجسس عندما تكتشف قضية تجسس وركم تسمعوها مرة تقول ألمانيا طردت دبلوماسيين روس أو الصين طردت دبلوماسي بريطاني أو روسيا طردت دبلوماسيين أمريكيين مثلا لأن تكون في عملية تجسس مع مواطن 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 بلد مواطن روسي تجسس مع الأمريكيين يقوم الروس باعتقال المواطن الروسي والتحقيق معها الدبلوماسيين لا يستطيع الأجانب لا يستطيع وقفهم عندهم الحماية الدبلوماسية فيطردوهم هل سمعتم من تم بطرد دبلوماسيين إسبان؟ أبداً مما يعني أن العمالة أكبر من هذا بالحقيقة الأخطر من ذلك يقول يقول عندما بدأت نعطي التقارير للإسبان كانت بموافقة الدياريس كانت بموافقة الدياريس ما فاجأنيش لما سمعت هذه تعرفون لماذا؟ لأن السبق وانحدثني جزائريين مرت هما مباشرة مرت عن طريق آخرين يعني واحد يقول له لا تعرف لا يقول له أقسم لي من أثق فيهم من أن جزائريين راحوا اشتكوا للسفارة في فرنسا في سويسرا في ألمانيا في إسبانيا في بريطانيا يقول لهم رأى البلد هذا مثلا واحد مقيم في إسبانيا أو مقيم خلينا نقوله في ألمانيا يروح للسفارة الجزائري في ألمانيا يقول لهم رأى مخابرات الألمانية يريدون باش يخدموني ولا مش حاب نخدم عندهم لكن حاب نبقى هنا دفعوا لي لكنهم يضغطوا علي وش يقول له أقسم لي واحد قال لي أن المسؤول الأمني لما حكيت له مع القصة قالوا له لازم تشوف مسؤول الأمني قعد مع المسؤول الأمني سمعوا بعدين المسؤول الأمني يعني تعد دياريس اللي يسموه البياس سي بياس شف بيروت سيكوريتي قال له وعلى ما تخدمش معها قال فانا تفجعت قال له بسحرام يحبوا يحطوني عامير عندهم معنا نجيب لهم معلومات على الجزائريين اللي هنا والله حللت على الجزائر قال له معليش خدم معهم هذا صحابنا أنا أعرف هذا الحقيقة ولذلك قريت هذا الجاسوس وقال بأن دياريس كانت تعرف ما تفجأش منها لأنه سمحها وعارفها من قبل هاي المصيبة الأخرى إضافة إلى أنهم لم يقوموا بضر دبلوماسيين إسبان وإنما قاموا فقط باعتقال الجاسوس الجزائري وهذا عكس ما هو معمول به في المعاملات الدبلوماسية لكن قبل من نختم معاكم دعونا نرى واحد سيد بلاك تعرفوه كيفاش كان متهم أنا ذاك واشره ولا واش ولا الآن يعني دعونا نرى مع بعض لماذا أبعد عبد المجيد تبون من مبنى قصر الدكتور سعدان؟ سؤال يطرحه الرأي العام تبون المنتشي بما يسمى شرعية الإنجازات في قطاع السكن لعب على وطر البهرج الإعلامية بدل معالجة الملفات وتصحيح الإختلالات تبون كسب شعبية افتراضية غير دائمة بدل المراهن على إحداث الثورة في الذهنيات وفي آريات التسير عبد المجيد تبون وغدة حصوله على ثقة الرئيس بوتفريقة فتح أكثر من جبهة بخلفية تؤد خطوط حمراء تتعلق بالتوازنات التي نروح للنقطة التي تهمنا أكثر وهي هذه تقريبا لا أطير عليكم كثيرا يعني دوائر أجنبية راقب لكن تبون لا يستمع لأحدا الرئيس مرة أخرى يكسر واجب التحفظ يخاطب تبون بلهجة يبدو أنه فاهم مغزاها الآن تبون يستفز الجزائريين حزم حقائبه رفقة وجهم له حكايات مع الفضاء حملية ودخلا في عطلة والبلد يشتعل من العاصمة امتطى الطائرة وصل إلى باريس مرورا باستنبول وصلا إلى مولدافيا ومن لا يعرف هذه الدويلة محرك البحث بوجل تاريخكم لمعرفة الوجه الآخر لمولدافيا في باريس أراد تبون يتحدى مؤسسات الجمهورية بسياسة الأمر الواقع بلقاء غير رسمي مع نظيره الفرنسي الرئيس بوتفليقة لا يتلعب وأدب على طريقته الخاصة الرئيس بوتفليقة لا يتلعب وأدب على طريقة خاصة كما شفته طبعا طرده لم يكن رئيس بوتفليقة لم يكن عبد العزيز وإنما كان السعيد لطرده شر طردة لكن النقطة هنا هو أنه في فرنسا يعني هما عطاوا المنطقة أن اطلقى رئيس الوزراء الفرنسي بدون علم السلطات الجزائرية كما قالوا آنذاك وكانوا حتى آنذاك كتبوا لي في ذبابهم وجرائدهم وبعض القنوات من أنه ربما كان يتجسس مع الفرنسيين وهنا في التقرير هذا خفوا منها شوية لكن قال لك تلاقاهم بدون إذن بمعنى كنت تدير مع الأجانب بدون إذن للسلطات الجزائرية طبعا هذا تبون هذا اللي سجنوه اللي أنه في النهاية يبقى فيزيبل صغير فسجنوه حتى سجن خمس سنوات محمد عبد الله وإخوانه محمد عبد الله محاكم له في 13 عنده 13 قضية على الأقل بعض القضايا محاكم له فيها 20 سنة 20 سنة اللي كان يدافع على الجزائر وعلى اتصاد الجزائر وطبعا في أحكام خاوتكم كثير اللي عندهم أحكام اللي رام في الخارج موصلوا لهمش لكن أنا شخصيا راح أكثر من 160 سنة اللي رام صدرت أحكام ضدي حوالي 20 حكم أو يزيد بعض الأحكام في 20 سنة وكان إخوانا كثيرين بمناسبة أنا واحد منهم فقط ففي النهاية تبون أصبح رئيس كما يسموه للجمهورية وزير الدفاع يحبوا دايما أثروا على وزير الدفاع هذه ركزوا عليها قائد الأعلى الجيش بينما الفيزيبلات صغار ممكن يسجنوهم مثل هذا الـ DPT والأحرار بطبيعة الحال راهم يحاولوا يخوفوا يحاولوا يسجنوا الأحرار في النهاية في النهاية سينتصر الشعب الجزائري بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة سينتصر الشعب الجزائري إنما هي قضية مقاومة قضية إسرار قضية ثبات فدائما نسأل الله الثبات ثبات والإخلاص في العمل والثبات على العمل كيف نوصل رما في السبيع على الذكرى الثالثة للحراك الذي زعزعهم وزلزلهم فمرة أخرى فمرة أخرى نذكر إخواني العمل أعملوا فرادة أعملوا في مجموعات صغيرة والضرب يأتي مرة واحدة والخروج يأتي مرة واحدة سلمياً ولكن بجذرية كاملة وبثبات كامل وحراك مستمر حتى تسقط العصار هناك تكاليف سيدفحها الشعب الجزائري وكلنا ندفعه في تكاليف ولكن دائماً تكلفة الحرية أقل بكثير من تكلفة الطغيان والاستبداد وطننا في خطر بلدنا في خطر دولتنا في خطر أرضنا في خطر تاريخنا في خطر بل أن الناس أصبحت بطونها في خطر أصبح الجوع يأكل في ملايين الجزائريين وهذه الأسعار ترتفع ثم ترتفع ثم ترتفع وسترتفع أكثر ماشيين وفق نظرية جوا كلبك يتبعك نظرية الإجرامية اللي كان قالها ويحيى صراحة إما إن ينتصر الشعب وتنهض الجزائر ولو بعد حين صحيح سنمر بسنوات سنحتاج فيها النبوض وإما لا قدر الله أن يكون المصير كاردي قناعتي راسخة بنا ولا بلا بنا أن الشعب الجزائري سينتصر في النهاية وأننا نحن كلنا ما نحن إلا قطرات ما نحن إلا مثل حبات الرمل في ذلك الجبل والذي هو الشعب الجزائري إنما العمل الإسرار الذكاء التخطيط هذه المرة عدم كشف الأوراق عدم الحديث مع أي إن كان مجموعات صغيرة أحياء أحياء مختلفة مش شرط يتلقى ومش شرط يتكلموا مع بعضها يتم الترتيب للخروج من أحياء متعددة في كل المدن ويكون هناك قبل أيام من الخروج بطاعة الحال تخرج المحلومات ولكن في هذه الأسابيع يتم الترتيب لذلك حياكم الله أيها الحرار أينما كنتم في داخل الجزيرة وفي خارجها حيا الله الحرار البشرية أينما كانوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته